السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف أشرع عن مؤثرات الزيادة والنقصان لو ترى إذا كانت ديك زائد زائد أو بلاس بلاس في المقدمة سوف تكون لها أعلى أسبقية من كل عمليات الرياضية لو كانت الزائد والزائد والسالب سالب في المؤخرة فسوف تكون لها أقل أسبقية من كل عمليات الرياضية إذن كيف تجل العملية؟ لو كان دي أنتجر A يساوينا 3 وأنتجر R يساوينا 5 لو قلت لك 5 زائدًا بلاس إش بلاس N N بلاس بلاس أو نقول لها R يساوينا N1 بلاس بلاس بما أنه البلاس بلاس بعد المتغير فأن المتغير تتغير قيمته بعد أنتجر عمليات الرياضية إذن ما هي معنى أصلا بلاس بلاس يعني N بلاس بلاس تساوينا هي N يساوينا N بلاس 1 هي نفس الشكل إذن أنت تقول أنه تلقى الـ R هي تساوينا الآن والآن هنا N زائد 1 4 فR تساوينا 4 لكن R لا تساوي 4 R سوف تساوي 3 السبب في أنه R تساوي 3 لأنه بلاس بلاس تكون بعد المتغير بما أنها بعد المتغير فسوف تكون أقل أسبقية فسوف تنفذ آخر عمل لو ترى أنه الهيكلية هنا أقل أسبقية هي الزائد زائد والنقص حتى أقل مسبقية اليساوي إذن عندما تنفذ تنفذ بعد اليساوي صحيح أنه N 1 تغيرت قيمتها لك تتغير بعد أن توضع عملية اليساوي إذن أنه قلت لهيش ثم قلت لك N 1 صحيح الـ N 1 الآن أربعة لكن صحيح الو N 1 أربعة لكن لم تؤثر على سطر التي هي موجودة فيه ماذا لو كانت بلاس بلاس في المقدمة سوف تؤثر على سطر التي هي موجودة فيه لماذا أنها تتغير في نفس السطر نظر الآن أربعة أربعة إذن لو كانت مؤثر النقصان أو مؤثر الزيادة أمام المتغير فسوف يؤثر على السطر الذي موجود فيه وتتغير قيمته في السطر الثاني تؤثر على السطر الثاني إيش؟ نعم إذا كان الزائد زائد أمام المتغير سوف تؤثر قيمتها على السطر الذي هو موجود فيه أو تؤثر التغير في قيمتها إذا كانت بلاس بلاس بعد الـ N 1 بعد المتغير سوف لا تؤثر في السطر الموجودة هي فيه تؤثر في السطر اللاحق إذن هذه فكرة المؤثرات الزائد زائد نفس الشكل مؤثرات النقصان ترجمة نانسي قنقر